ألا بيقال إسرائيليا بأن هذه بنهاية المطاف رحلة تاريخية لم يكن توقع الإسرائيليون بأنه كان من السهولة بمكان وصول هذه الطائرة خاصة وأن الجانب الفلسطيني كان لسنوات يطالب الدول العربية ضمن اتفاقية أو ما يسمى بمباذرة السلام العربية بأن لا يكون هناك تطبيع دون أن يكون هناك اتفاق سلام فلسطيني هذا لم يحدث لم يكن هناك اتفاق السلام اللي مع الفلسطينيين ولكن في نهاية المطاف في إسرائيل يقولون بأن هذا الفيديو قد انتهى وهذا ما قاله بني مينة نهو أمس في المؤتمر الصحف عندما كان موقف واضحا بهذا الاتجاه الجانب الأمريكي في نهاية المطاف أيضا يريد أن يكون هناك استئناف للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لا يريد أن يكون هذا الاتفاق ووحده مع الإمارات يريد أيضا هذا الاتفاق أن يكون مع البحرين مع السودان وأيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وأن لا يتم فقط الاكتفاء بهذا المستوى ولكن الجانب الإسرائيلي والضخء الإعلامي الإسرائيلي المتقن عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا التي تؤثر عليها في الولايات المتحدة تريد إفهار بأن هذا هو الإنجاز الأكبر لهذا الاتفاق وهذا غير صحيح لأن عمليا الجانب الأمريكي يريد أن يكون هناك أطراف أخرى هناك البذل للمزيد منها الجهود على المستوى الاقتصادي هناك رغبة أمريكية بأن يكون هناك اتفاقية تجارية إسرائيلية إماراتية فقط دعنا نعلق على الصور الآن هبط المستشار والصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي من الطائرة والوفد الإسرائيلي طبعا المصاحب لجاريد كوشنر في هذه الزيارة أعود إليك أحمد حول اختيار الوفد الإسرائيلي المرافق في هذه الرحلة على أي أساس تم اختياره هذا الوفد هو وفد سياسي ليس وفدا أمنيا أو عسكريا وهو وفد لا يضم وزراء أعلى رئيس الوفد طبعا هو مئير بن شباط رئيس المجلس الأمن القومي هذا الرجل وهو ستين العمر من المتدينين هو رجل له خبرة عسكرية وأيضا له خبرة أمنية ولكنه يحتل هذا الموقع كمبعوث من قبل إنيتنيا وكما علمنا من بعض المصادر الإسرائيلية بأنه اجتمع بعدد من المسؤولين العرب خلال السنوات الماضية على ذمة الإسرائيليين وذلك في إطار تنشيط العلاقات الإسرائيلية العربية مع عدد من الدول لم يتم ذكرها موسيقى